قصة ماري سيليست الغامضة يوم 7 نوفمبر 1872 أقلعت سفينة ماري سيليست بقيادة القبطان بنجامين بريتج من ميناء نيويورك متجهة إلى إيطاليا عبر مطيق جبل طارق محملة بـ 1701 برميل من الخمر المعاد تدويرها والغير صالحة للشرب كان طاقم السفينة مكونا من القبطان وزوجته وابنته الصغيرة الصوفي وقطتها وسبعة أشخاص آخرين من بينهم أربعة بحارة من بروسيا والمعروف عنهم أنهم من أكفاء البحارة كان من المفترض أن تقلع يوم 5 نوفمبر لكن سوء الأحوال الجوية جعل القبطان بنجامين بريتج يقرر تأجيل الرحلة غادرت ماري سيليست ميناء نيويورك بعد أن هدأت الأحوال وفي الرابع من ديسمبر 1872 أي بعد قرابة الشهر على إقلاعها عطر عليها من طرف طاقم سفينة ديكريسيا بقيادة القبطان مورهاوس الذي عرف من المسؤول عن الدفة أن هناك سفينة تبعد ستة أميال وهذه السفينة متجهة إلى ديكريسيا بشكل غير مستقر عرف القبطان مورهاوس بأن هناك خطبا في هذه السفينة بسبب الحركة الغير المنتظمة لها والضبط الغريب لأشرعتها اقتربت سفينة ديكريسيا من هذه السفينة فلم يلمح القبطان مورهاوس أي أحد على سطح السفينة فقام بإرسال ثلاثة بحار إلى السفينة وثور رؤية أحدهم للإسم المكتوب في الخلف أكد للقبطان مورهاوس أن هذه هي سفينة ماريسيلس التي أقلعت قبلهم بأسبوع من ميناء نيويورك صعد البحارة إلى السفينة فوجدها مهجورة بالكامل من البشر وكانت الأشرعة مفقودة وبعضها في حالة سيئة وكانت للكثير من التجهيزات تالفة باختصار كان سطح السفينة يشبه ساحة الحرب والغريب في الأمر هو أن زورق النجاة كان مفقوداً كان آخر تدوين في السجل اليومي هو صباح الثامن والعشرين من نوفمبر قبل تسعة أيام فقط أين كتب على التسجيل مكان سفينة ماريسيلس التي كانت قبالة جزيرة سانتا ماريا في جزر الإواز أي كانت تبعد حوالي أربعمائة ميل بحري من المكان الذي عطرت سفينة ديكريشيا عليها ترى ديكريشيا وهو واحد بحارة ديكريشيا على سيف مغمد تحت السرير مع أشياء شخصية مبعترة داخل غرفة القبطان بنجامين ولاحظت طاقم أن معظم أوراق السفينة كانت مفقودة لم يعد هناك مجال للشك فأكيد هناك شيء قد حصل للسفينة أما عن اختفاء الركاب فلقد اشح الأمر إلى الإخلاء المنظم للسفينة والدليل على ذلك فأقارب النجاة لم يعد هناك ما يعيق القبطان مورهاوس الذي قرر أخذ السفينة إلى جبل طارق لقي أخذ حصته من إنقاذ السفينة والتي كانت فيما بعد سبعة آلاف دولار فقط أي سدس قيمة السفينة سيناريوهات كثيرة حول ما الذي يكون قد حدث على سطح السفينة كانت الفرديات ترجح وقوها مجزرا نفدها الطاقم أين قتلوا القبطان وعائلتها لأنهم كانوا في حالة السكر لكن سرعان ما تم تكتيب هذه الفرديات لأن الكحول الذي تحمله السفينة غير صالح للشرب وتطورت الفرديات لتجمل تهجم خطوب وطحم لاقع للسفينة لتنتقل الفرديات طبعا إلى المخلوقات الفضائية يعني بالطبع عليهم اتهام الفضاء الخارجي تم إرجاع ماريسي ليست إلى بوستر من قبل أصحابها لكن الحد السيء لم ينتهي اضغرق والد أحد المالكين أثناء وجوده على متن السفينة التي تمت بيعها لأكثر من سبعة عشر مرة في الثلاثة عشرة سنة لاحقة قبل أن يلقي بها آخر ملاكها لتتحطم في الشعب المرجانية بالقرب من هايتي في الثالث من يناير كانون الثاني سنة 1885 والغريب في الأمر أن هذه السفينة عرف عنها النحس و سوء الطالع منذ بداية بنائها لكن لمن يريد أن يعرف كيف بنيت اكتبوا لي في الوصف لأجهز لكم فيديو حول بناء سفينة ماريسي ريس وتاريخها تنتهي قصة اليوم للسفينة التي حيرت العلماء بالرغم من أن اختفاء الطاقم هو أمر طبيعي ربما هربوا من السفينة فقط واختفوا وهم يعيشون حياتنا غيدة أو أحفادهم يعيشون لليوم أو هربوا من الضرائب أو حتى أكلهم الحوث لكن قارب النجاة الغير موجود في السفينة دليل قاطع على خروج الطاقم منها كانت معكم يمينة فادا كاتبة من الجزائر وأسرد عليكم القصص في قناتي على اليوتيوب أتمنى منكم الاشتراك في القناة اشتركوا في القناة